ألحقت موجة السقيع التي شهدها الأردن في الشتاء الماضي أضرارا جسيمة في العديد من المحاصيل الزراعية إلا أنها كانت نفعة لأشجار الزيتون هذا ما أكده عدد من المختصين بالقطاع الزراعي متوقعين زيادة في إنتاج الزيتون هذا العام بما يقارب ضعف إنتاج الموسم السابق وأشار المختصون إلى أن أشجار الزيتون تحتاج إلى تدن كبير في درجات الحرارة طوال العام اتصل حاجة بعض الأصناف إلى نحو ألفي ساعة برودة في العام وهو ما تحقق خلال الشتاء الماضي يوجد بالأردن أكثر من عشرين مليون شجرة زيتون أنتجت في الموسم السابق ميتين ألف طون من الثمار يستخدم منها أربعين ألف طون بصناعة التخليل وتم عصر الباقي وأنتج أربع وعشرين ألف طون من الزيت حققت حاجة السوق المحلي اكتفاءا ذاتيا والحاجة التسويقية للأسواق التقليدية يتوفر من هذه الكمية اليوم تقريبا خمس آلاف طون تكفي حاجة السوق المحلي للموسم القادم ومع انتهاء عقد الثمار والتي يقاس عليها كمية الإنتاج المتوقع للموسم القادم نتوقع إنتاج أربعمائة ألف طون من الثمار الساعات البرودة اللي مرت خلال الموسم الحالي هي كافية لحدوث الإزهار والتميز الزهري وتحول براعم القدرية إلى أزهار وبالتالي نتوقع يكون إن شاء الله نسبة الأزهار جيدة خلال موسم الربيع الحالي للزيتون ومم يكون له موسم مبشر للزيتون في مختلف مناطق المملكة ترجمة نانسي قنقر